نحن نكمل بعض برنامج الفريكات كما قلنا المرة التي فاتت انه برنامج open source و مجاني ببلاش دعونا نرسم شكل بسيط جدا أقول لكم مثلا المقعب ذلك اللذيذة الضريف ذلك و هتحول من بارت الذي انا برس فيه الأشكال التي هي سويسية الأبعاد هقوله انا عايز اروح لدرافت درافت يديني بعض الأدوات المساعدة الذي يساعدني في ان انا اعمل مضيفة على الشكل لاحظ ان الأشكال المتغيرات لا اكتفتش طول ما انا اشغال هنا باتنقل ما فيش اي مشكلة خالص دعونا اقول له مثلا انا عايز امر move هستخدم امر move هل انت عايز تحرك x y z زي ما انت عايز بالشكل دوت عايز روتيت تحرك روتيت زي ما انت عايز تغير رقم زي ما انت عايز تتغير معك تمام طيب بيض الأمر بقليها اللي هم تعودين عليها لو انت عايز تعمل term join زي ما انت عايز خلينا ناخد مثلا لو انت عايز تعمل edit لعشكل انا اخو مثلا امر زي امر array اعلم عليه هبدأ اقول له انا عايز استخدم امر array امر قريب فكرته ان هو بعمل في ال x و y و z تمام فانا اقول له هنا مثلا انا عايز هنا شكل واحد و هنا شكل واحد تمام فجاب للشكل لا انا عايز اربع اشكال مثلا في ال x طيب الاربع اشكال هم في ال x دول انا عايز ازبطهم شوية اقول له مثلا ال x دوت خلي المسافة بدلا ما هو واحد مليمتر فانا بش اقدر اشوفهم لانهم اللي هم في بعض خليها مثلا 10 تمام طيب خليها 15 تمام اقول له هنا 15 بعد بالشكل دوت تمام ده كده شكل الظريف وسهل انت تتعدى الفيزي ما انت عايز سهل انت تتحرك في ال x و y و z سهل انت تقول له طب خليني مثلا ال y d 4 كمان تمام ده لسين في بعض طبعا هنخلي ال y دي مثلا 15 تبقى حاجة بالشكل دوت تمام انا كده احرك في ال x و y مرة واحدة تمام فأقول له دي خلاسات تمام تقدر تتحرك وتتعدل كما انت عايز ال y هيت خلي 15 تمام طيب تقدر بعض الوقت مثلا نقول له نعايز ارسم شكل تاني فهروح ل b a عشان نرسم الشكل للبارد هقول له ارسم لي بوكس تمام البوكس ده انا عايز اعدل فيه اخلي مثلا 100 واخلي ال ويسيب بتاعي 100 تمام طيب انا عندي ال y ال y d في اي وقت اقدر اعدل فيها وعندي الكيوب دلوقتي لو انا عايز اطرح الشكل الكبير اطرح من الأشكال الصغيرة ديت فاعلم على الكيوب وبعد كده اعلم على ال y وهاجي هنا اقول له اعمالي cut فاللي حصل بشكل دوت اه تلاقي الشكل القطع تمام بقى في الفجوات ديت بالأشكال اللي انا كنا نسمناها اطرحت من الشكل الكبير اقع الاجتاءة اقع الكمدرس موسيقى جوش شكرا